أكد علي بدر عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية أن انتشار العنف الأسرية ترجع أسبابه إلى عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية وأشار بدر إلى ضرورة وضع حلول لها ومواجهتها للوصول إلى أسرة متماسكة وهو أمر ينعكس على المجتمع ذاته ومن ثم الدولة بأكملها أن فيه مع بعض الإشكاليات بيتم طرحها وبيبقى فيه استجابة ومتابعات من القيادة السياسية من رئيس الدولة من أجل القضاء على بعض الإشكالات التي تواجه الأسرة المصرية طيب فيه بعض الإشكاليات الأخرى ومنها مدارة بجلسات اليوم عن انتشار أو وجود بعد من ظاهرة انتشار العنف الأسرية داخل الأسرة المصرية الأسباب الحلول الحقيقة بعض الأسباب الجميع بيرجع هذه الأسباب إلى عدة عوامل منها عوامل اقتصادية عوامل اجتماعية أو عوامل نفسية طيب إزاي ان احنا نواجه هذه العوامل من أجل اللي احنا نصل إلى أسرة متماسكة طيب لما يبقى فيه أسرة متماسكة بينعكس إيجابيا على مجتمع متماسك يبقى بينعكس على الدولة أكملها يبقى فيه دولة بتقدر بالمجتمع المتماسك تقدر تبني وتقدر تعمل حوامل وتواجه بعض الظروف اللي بشهدها العالم كله وهي انتشار بعض من الإشكاليات اللي بتواجه العالم من ظاهرة اقتصادية